هل يترى هذا الفعل هو الفعل الوحيد في حياته؟ أم أن له أفعال كثيرة جدا جدا جميلة في حياته وحسنة في حياته تجب هذا الفعل القبيح أو تمسح هذا الفعل السيء وبالتالي تعيد تقييم الشخص في ضوء تاريخه وترى أنه إنسان صالح له بعض الأخطاء أو كما يقولون هذه السيئات تذوب في بحار حسناته لو عنده حسنات كثيرة جدا وعمل سيئ من السيئات إيه المشكلة؟ هو أنت متوقع من الإنسان لقدامك أن لا يخطئ مطلقا هذه العصمة لا تكون إلا للأنبياء فقط الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فقط هم المعصومون أما عامة البشر فيصيبون ويخطئون فيحسنون ويجهلون يفعلون الخير ويفعلون الشر نعم ممكن يكون عنده خير كتير أو شر قليل أو شر كتير أو خير قليل لكن في النهاية لا بد أن أقيم الشخص تقييما متوازنا لا أقيمه فقط من موقف من المواقف أو عامة من الأعمال إنما أنظر إلى تاريخه وأنظر إلى علاقاته وأنظر إلى أعماله وإلى أكواله بشكل عام عندها يتبدى لك أن هذا المخطئ له حسنات كثيرة وله أفضل عظيمة وبالتالي تهدئ من وطيرة العنف معه نتيجة ما فعل من خطأ الكلام ده محتاجينه جوا البيت محتاجينه جوا الشارع محتاجينه جوا العمل محتاجينه في تقييمات سياسية تقييماتنا الاجتماعية تقتمع غير المسلمين حتى وإن كانوا يحاربون المسلمين الناس كلها مش زي بعضها بعضهم يعني ليه تاريخ حسن وطيب وصالح لابد أن يؤخذ في الاعتبار الكلام بتانا ده عشان نعرف نفهمه صح تعالوا نراجع بعض المواقف وناخد بعض الرسائل من السيرة النبوية العاطرة موقف من المواقف الفريدة جدا حقيقة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو موقف حاطب ابن أبي بلتعة في فتح مكة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه صحابيه جليل من المهاجرين هاجر من مكة إلى المدينة المنورة عاش مع رسوله السلام في المدينة المنورة شهد المشاهد المعارك المختلفة مرت بيه بدر ومرت بيه أحد ومرت بيه الأحزاب ومرت بيه غزوات اليهود يعني رجل أصيل في الدولة الإسلامية له مواقف جميلة كثيرة لعلنا نتعرض لبعضها في أثناء الحلقة هذا الرجل في موقعة فتح مكة ليه موقف سلبي ليه خطأ كبير جدا جدا عمله ما ندافع عن هذا الخطأ حلقة هو خطأ لا شك أنه خطأ وخطأ كبير على فكرة ولما المشاهدين ومشاهدات اللي ما يعرفوش الموقف يسمعوا عن هذا الخطأ يتعجبون كيف لصحابي جليل عاصر رسوله السلام ورأيه رأي العين ويعلم أن هناك وحي ينزل من السماء يقع في مثل هذا الخدث إيه اللي حصل؟ الرسوله السلام لما جيه يفتح مكة المكرمة هذا موضوع كبير جدا ضخم جدا حدث مزلزل عربية لأنه هو هيطلع بجيشه صلى الله عليه وسلم يفتح أعز مدينة موجودة في الجزيرة العربية وأقوى مدينة وأقوى قبيلة كريش والموضوع ضخم جدا وبالتالي أي اكتشاف لخطة الفتح ممكن يفسدها وكريش عندها القدرة أحلاف وعملت قبل كده في الأحزاب من ثلاث سنين قبل قصة ندية احنا قصة ندية في سنة تمانية هجرية في سنة خمسة هجرية قبلها الثلاث سنوات استطاعت كريش أن تجمع عشرة آلاف مقاتل وتحاصر المدينة نورة ففي هذه الظروف لو اكتشف تحرك رسال السلام من المدينة إلى مكة اللي يفتحها يمكن لكريش أن تجمع عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا وأكثر من ذلك حول مكة المكرمة ذاتها وبالتالي يتعذر على المسلمين الفتح بل قد يقع المسلمون في فخ كبير لأن أنا بتحرك بجيشي من المدينة المكة مسافة خمسمائة كيلو لو حصر الجيش الإسلامي في مكة المكرمة ممكن تكون نهاية الجيش الإسلامي القضية في منتهى الخطورة عسكريا وسياسيا ولها خطورة كبيرة على مستقبل الدولة الإسلامية رساله السلام عشان عارف هذه الخطورة كلم الصحابة كلهم أن يكتموا هذا الأمر الناس اللي عارفة أن في فتح المكة الآن يتحرك الجيش ويتجمع الجيش وهيتجه إلى مكة المكرمة لا تفشي هذا السر ولا تتحدث حتى مع أولادها ومع زوجاتها في هذه القضية اللي ممكن كلمة تسرب كده أو كده تضيع القضية ومسألة كلها من أولها لأخيرها موضوع خطير ورساله السلام طول عمره لما يجي يخرج في المعركة يعني لابد أن يوري يعني إيه يعني إيه يوري يعني يذكر أمرا من الأمور يفهم منه العدو المتابع أنه يتجه إلى مكان وفي الحقيقة هو يتجه إلى مكان آخر والحرب خدع فدائما صلى الله عليه وسلم يدي انطباع أنه يتجه إلى مكان معين ويذهب إلى خلافه فهواخد كل احتياطاته العسكرية وواخد كل الإمكانيات اللي تسمح له بالنصر وموصي الجيش بتعودوا كلهم صحابة كرام خلاص استوعبوا الموضوع وفهموا في يوم من الأيام بيحكي سيدنا عليه ابن أبي طالب ويقول ابن رسوله السلام أرسل له وقال له يا علي خذ معك الزبير ابن العوام والمقداد ابن الأسود واذهب إلى روضة خاخ روضة خاخ يعني روضة يعني جنينة صغيرة أو حديقة اسمها خاخ على بعد قليل جدا من المدينة من وراء في اتجاه مكة قال له اذهب إلى هذا المكان انت والفرشان الاتنين اللي معاك دولت هتلاقوا هناك ضعينة ضعينة يعني ايه يعني مرأة مسافرة هتلاقوا مرأة ماشرة وحدها في هذا المكان معها كتاب ايتيني به الكتاب ده نعايزه طبعا كل ده وحي من عند رب أمين سبحانه وتعالى وصاصم قاعد في المدينة المنورة ويعرف ان في واحدة مسافرة من المدينة المنورة لماك كان مكرمة وان هي في الطريق عند روضة خاخ هيلحقها علي ابن ابي طالب والزبير ابن العمام والمكداد ابن الاسود رضي الله عنهم جميعا وهيكون معاها كتاب مخبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز الكتاب ده فعلى طول تحرك علي ابن ابي طالب ومعه الصحابة الكرام ووصلوا الى روضة خاخ ووجدوا فعلا امرأة مسافرة في هذا المكان سبحان الله هذه من دلائم نبوته صلى الله عليه وسلم فواجدوا المرأة المسافرة فوقفوها وقالوا الكتاب احنا عايزين الكتاب اللي معاك قالت ما معي من كتاب كذبت ما معي من كتاب طبعا سيدنا علي ابن ابي طالب متايخ مئة بالمئة ان معاه كتاب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم فقال كلمة مخوفة قال الكتاب لتخرجن الكتاب أو لنلقينا الثياب يعني هنفتش طبعا هذي مرأة وفي وضع خطير هنفتش وهنطلع الخطاب فالست خافت وقامت أخرجت الخطاب من عقاص يعني من شعرها الخطاب في الحجاب بتاعها فخرجت الخطاب ودته السيدنا علي بن أبي طالب خده بسرعة جري وراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الكتاب يا رسول الله كان وقف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقف زي مجلس عسكري موقف خطير جدا دخلينها فتح مكة وقف أبو بكر وقف عمر وقف علي بن أبي طالب والصحابة الزبار بن العوام والمقداد الفرق العسكرية اللي راحت جابت الخطاب فبيفتح الخطاب فوجدت في الخطاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس في كريش يسمي أسماء بعد قادة قريش المشركين تخيل بيقول لهم من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان وفلان وفلان بعض المشركين من زعماء مكة سيأتي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش ليفتح مكة وهيخرج من المدينة فيهم كذا ويوصلكم فيهم كذا كشف لسر من أكبر أسرار الدولة الإسلامية شوف أنت الموقف ده تعمل في موقف طبعا مرعب جدا ومخوف جدا للدولة أن أمرها كان هيكشف يطرى فيه خطابات تانية راحت يطرى فيه علاقات سرية ما بين بعض الصحابة وبعض العيون المشركة أو القادة المشركين فرسول الله السلام في منتهى الهدوء راح بعت ليجيب حاطب نافل تع تعالى نحقق معك في هذه القضية وأم ورده الكتاب طبعا الرجل يتفاجئ لما شاف الكتاب وهو طبعا عارف أنه فيه وح وعارف القصة دي كلها لكن حصل حصل أنه عمل كده قال ما هذا يا حاطب إيه رأيك ما هذا الكتاب فبدأ حاطب يكلم قال والله يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني ما فعلته ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام أنا ليه عذري وليه حجتي البسيطة اللي هقولها لك ممكن تكون غير مقنعة بس هو ده اللي عندي إيه اللي عندك يا حاطب ما وراءك فعل والله أنا كنت امرأة ملصقا امرأة ملصقا ولست من أنفس أهل مكة يعني مش من أنفسها يعني مش من رجالة بتوعها الأصليين إيه قصة حاطب حاطب من قبيلة لخم لخمي لخم دي قبائل بتعيش في العراق في يوم من الأيام حصل إن هو حصلت مشكلة معاه مع قبيلته فترك قبيلته هاجر لمكة المكرمة عاش فيها فصار امرأة ملصقا يعني إيه ملصقا يعني لاجئا لاجئا إلى أحد قبيلة والعرف ده كان موجود عند العرب عند العرب كان بيقسمون العرب لتلات أنواع الصرحاء اللي هم الأصول بتاعة القبيلة يعني واحد من بني هاشم من بني مخزوم العاشين في مكة المكرمة الصرحاء يعني من قبائل كريش اللي هي عايشة في مكة المكرمة واللسيق أو اللي جاي من قبيلة جاء لمكة المكرمة ما هواش أصلي في مكة المكرمة يعني عيلته وقابلته وعزوته وقوته مش في المكان ده موجودة في مكان تاني قوته موجودة في العراق بس هو على خلاف مع قبيلته الأصلية وبالتالي فمش هتنفعه بحاجة دلوقتي فكل اللي يمكن أن ينفعه في علاقاته وفي مصادر قوته هي القبيلة التي لاجئ إليها وكان لاجئ إلى قبيلة بني أسد ابن عبد العزة وهي من قبائل مكة المكرمة القراشية فهو مش أصلي من هذه القبيلة لكنه ملصق والنوع التالت من العرب اللي هما العبيد والموالي طبعا دولة أقل الدرجات فعندنا الدرجة الأولى الصرحاء وطبعا كان فيه طبقية شديدة وفيه تقدير للصرحاء عالي جدا عن اللي تحتهم اللي تحتهم اللي هما اللصقاء ولا اللاجئون هؤلاء ليهم درجة أقل وما عندهمش القوة اللازمة وكان منهم صحابة كتير يعني كمانهم مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضا عشان كده ما تلاقيش فيه قبيلة قوية بتحمي عبد الله بن مسعود فكان مستضعفا ليه لأنه لصيق ما هوش أصلي من أهل مكة المكرمة فكان حاطب ابن أبي ألتعالي هذه الصورة فقال يا رسولة أنت تعرف أنا رجل لصيق لست من أهل مكة الأصليين لست من أنفسها الأصليين وأصحابك من المهاجرين الناس اللي حالتهم زي حالاتي اللي هما مهاجرين لهم قبائلهم تحمي عوائلهم أم أنا ليه عناك عائلة موجودة في مكة المكرمة ليه أهل ليه أولاد عم ليه زوجة ليه عيال الله أعلم ليه قد إيه ليه أهل موجودين في مكة المكرمة وأنا مش منها الأصلي طب والناس صحابك التانيين بقى الزبير بن العوام مثلا طالح ابن عبيد الله علي بن أبي طالب أي اسم تاني ليه قبلته اللي هتحمي أهله لما ينزل الجيش بتاعك ويدخل في الفتح ولو حصلت معركة ولا حاجة أنا خايف على عيالي وخايف على أهلي وهيدبحوا فقلت يكون ليه يد عند زعماء مكة يكون ليه فضل فأيه لما لو حصل لقدر الله والمعركة ما جاتش على حسابنا واتغلبنا ما يجوش بقى على أهلي ويوم جاي إيه دبحينهم هناك ما حادش هيدافع عنهم كل واحد من الصحابة ليه أهله يدافع عنه وأنا ما عليش حد يدافع عني فأنا عملت كده عشان يكون ليه يد عندهم فلما يكون ليه يد عندهم ساعة الحرب يقدروا موقفي وما يجوش على أهلي أو على عائلتي طبعاً الكلام ده هوت يعني شرعياً غير مقبول بالمرة عسكرياً وسياسياً غير مقبول بالمرة خطأ مئة في المئة ده جسوس بيجس على المسلمين وبيكشف أسرار المسلمين في موقعها حربية الرد المنطقي والطبيعي طب إيه مشكلة لو حصل تعدي على أهلك في سبيل حفاظ على الدولة الإسلامية كلها ده أنت كده بتعرض حياة عشر تلاف مقاتل مسلم للخطر إنك شفت أسرارهم فأنت في سبيل الحفاظ على تلاتة أربعة أو عشر عشر تلاف ده غير إن رسول الله السلام هم عراكة ده غير قضايا إيمانية كتير أنت ما كنتش واخد بلك إن الوحية هيكشف فممكن الموضوع مركب ومعقد جدا جدا الخطأ كبير يا أخوانا وسيدنا عمر بن خطاب واقف ما قادرش يستحمل ولا يصبر قال يا رسول الله دعني أقطع رأس هذا المنافق ده اللي بيعملوا ده ده نفاق ده بيدل علينا من ورانا يبقى ده إيه منافق دعني أقطع رأس هذا المنافق ورسول الله السلام صدق كلام خاطئ نعمل تاع فقال أما هذا فقط صدقكم اللي فكر فيه ده هو فعلا اللي جي في دماغه لا يعذره صلى الله عليه وسلم مش بيقول إنه هو الكلام ده فعلا ده عنده حجة منطقية فنقبل منه هذا الموضوع لكن بيقول هو قال الصدق فعلا هو لم يكفر ولم يشك في الوحي ولم يفعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام إنما فعله لأمر دنيوي الأمر الدنيوي هو أن يحافظ على عائلته وعنده قناع في داخله أن الله عز وجل ساشى المسلمين وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يدافع وأن هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم الكفار فيعرف أن كلمته له هتقدم ولا هتأخر في حساباته كلام ده كله غلط لكن هو بيحسب كده مش هتقدم ولا هتأخر وإن شاء الله ربنا هيكرمنا والجيش الإسلام هينتصر وكون أنا برضو إيه أمنت نفسي وخدت موقف يحمي عيالي ويحمي أسرتي سيدنا عمر الكلام ده كلهم ما أقنعوش وقال لا نقطع رأس هذا المنافق والصحابة اللي وقفين غالبا كلهم كانوا على هذا الفكر وأنا متأكد أن معظم المشاهدين على هذا الفكر ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم الموقف ده ألفي إيه قال إنه بخطب عمر بن الخطاب إنه قد شهد بدرا هذا الرجل اللي أنت بتتكلم عليه يرتكب من الموبقات افعلوا ما شئتم لا والله ليس المقصود هكذا أبدا بالعكس رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الناس إلى كل فضيلة لكن يقول لك راجع تقييمك يا عمر وراجع تقييمك يا قارئ لهذه القصة لحاطب ابن أبي بلتاع بشكل عام هذا الرجل أسلم قديما هذا الرجل هاجر في سبيل الله يعني ترك أرضه ترك بلده ترك ظروفه اللي كان عايش فيها لله عز وجل هذا الرجل شهد بدرا شهد بدرا وبدر دي موقعه في أهم من أهم المواقع اللي لم تكن أهم المواقع قاطبة في تاريخ الإسلام والمسلمين وليها مكانة خاصة جدا جدا في الشريعة الإسلامية وليها مكان خاص جدا في القرآن الكريم سورة الأنفال كلها وبعض الآيات سورة ألي عمران بتتكلم على غزوة بدر وانتقاء رب العالمين سبحانه وتعالى اللي جيش بدر كان بعناية كل واحد يعني العلماء كلهم بقى دولة بقى خاصة جدا في التاريخ الإسلامي ربنا سبحانه وتعالى نقاهم وخلاهم في هذا المكان وفي هذا الموضع حتى يحققوا هذا النصر المبين اللي ربنا نسجله ونقعد إحنا كل شهر لما نرى الكريم ونختمه نعدي مرة على غزوة البدر وموقعات سورة الأنفال فهذا القدر وهذه المكانة بالإضافة إلى تاريخه الطويل بعد ذلك في أحد من الذين ثبتوا في أحد في الأحزاب في غيرها من المواقع كل هذا يا عمر ضعه في حساباتك وعندها ستأخذ القرار بالعفو عن حاطب ابن أبي بلتاع الكلام ده كله بيخلينا نراجع تقييمنا مع الناس اللي بيغلطوا فينا وبيغلطوا حتى الدولة نفسها ننظر إلى التاريخ وفي ضوء التاريخ نقيم سيرة الشخص والموضوع له بقية وله تعليقات لكن بعد الفصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر